النهاردة بنودع أو المستطيل الأخضر بيودع واحد من أحرف وأخلص اللعبين اللي أخلصوا للناد الهيلي وأنا عارف أنه أنت أنت بتحبه جداً والعلاقة بينك وبين الكابتن وليد علاقة كبيرة شفت مشهد الجمهور واحتفالهم وفرحتهم بوليد سليمان إزاي وهنتكلم كتير على الكابتن وليد الكابتن وليد والله بجد يعني من ناس اللي مهما اتكلمت عنها عمري ما هديها أه النهاردة وأنا بسخن لما لقيت الجمهور أنا كنت على الدكة المطشي النهاردة فروحت سخنت فالبانر ترفع بتاع كابتن وليد بجد والله يا فاروق جسمي أشعر وعدت طول التسخين ما بسخنش حتى مدرب الأحمال محمود فوكس محمود 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 وأنا مش عارف عمال أسقف طول الجمهور جمهور بيقدر أساطيره بيقدر كل الناس اللي بتحترم النادي وكابتن وليد أنا عايز عفا عند الجملة دي لإنما ما ينفعش تعدي كده بالساهل إن جمهورنا بيقدر نجومه بيقدر الأخلص له بيقدر أساطيره بيقدر بيقدر كتير والحمد لله شفنا النهاردة بعنينا كابتن وليد أخلص كتير فالجمهور ما شاء الله يعني نديله حقه وإحنا كمان كلاعيبة كان نفسنا نديله حقه أكتر من كده بس بجد ما فيش حاجة تقدر تخلي يعني كابتن وليد يعني نقدر نديله حقه مفيش هماما تكلمني عليه مستحيل نديله حقه كابتن وليد بيقدر شخصية بره الملعب أزن محدش عرفها كتير والله بجد قطيب بنا أدم ممكن تشوفه في حياتك أنا كففة قط اللبس يعني دولابي اللي هو جنبه دولابه جدا بجد ما فيش صغيرة وكبيرة غير لما بتكلم معاه ممكن الناس ما تعرفش إنه هو فقدم وخفف جدا وبجد يا كابتن وليد هنفتقدك إحنا بجد والله بنحبك قوي 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 وأصعب من أصعب لحظات حياتي إن أنا أقول كلمتين لك يا كابتن كابتن وليد بجد أنت عمر الكلام هيديك حقك أنت تستهل كل خير وبجد هتوحشنا قوي يا كابتن وليد مش هنسيبك بره الملعب كده كده هنشوفك كل يوم وهنزهقك مننا بس بجد هتوحشنا قوي في قط اللبس وهتوحشنا قوي بره في الملعب فبتمنى لك كل التوفيق يا كابتن والله وفي خطوتك اللي جاية وبإذن الله أنت أنت كده كده تختار الصح لحياتك وربنا معاك يا كابتن والله بنحبك شايف التأثر في عيون محمد محمود كابتن وليد بجد كان بيتكلم مع الصغير والكبير بينصح الصغير قبل الكبير الناس كلها بجد ما كانش حد انت كلاعب كورة بتحب تسمع النصايح كتير بجد الفرقة كلها كبيرة وصغيرة ما كانش حد بيسمع لحد أصلا غير كابتن وليد بجد مش بحذر كلامه بيبقى قليل قوي بس بيبقى حلو قوي عمره ما مافتكرش ان عمره زعق لحد قبل كده في القط اللي بس عمره ما ما دايق حد منه كده يعني كابتن وليد نعم من آخر الجيل الزهبي فخروجه من وسطنا مؤسر فأتمنى ان احنا نحاول نعدي المرحلة دي بس أظن انها تبقى صعبة موقف او ذكرى او هدف ما تنسهوش لواليد سليمان قبل ما تيجي الناد الآلي وبعد ما تيجي الناد الآلي هدف ماتش يعني ولا موقف اللي هو بره الملعب موقف بره الملعب وهدف قول الواليد اللي هو الاسيست الصراحة اللي هو عمله لكابتن ابوتريكا اللي هو بكعب رجله في الزمالك باتنين في قول اه الالجون ده بجد بأشعرني اه الاسيست؟ اه لا يعني الجملة كلها وكابتن وليد عملها بجد مش عارف عملها كده ازاي وقوله في الجزائر في وفاكستيف احنا بس كانا كالعيبة كلها احنا بجد كابتن وليد كان نفسينا تبقى موجود اخر ماتش بس لعله خير الحمد لله اه هتوحشنا ربنا ربي كرمك ووفقك في حياتك و مش عارف عملها كابتن وليد اقول لك ايه نفسي شوفك بحبك اوه كابتن وليد والله بجد ربنا يخليك لينا بجد